صبر مهم جدا ايضا روسيا ليها هستوري طويل جدا مع المناشطات اللي ما يعرفش الكلام ده يعرف دايما المنظمة العالمية لمكافحة المناشطات بينها حوارات وديالوب كبير جدا بينها وبين روسيا يمسكوا لعيبة وبعد كده اللعيبة تتوقف يوقف روسيا تقوم روسيا مش عارف عامل ايه الموضوع كبير جدا في المناشطات وعشان اقول لكم موضوع المناشطات ده حصل فيه تقدم كبير جدا روسيا عملت ايه؟ روسيا اقالت يوري جانوس مين يوري جانوس ده رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المناشطات روسيا عقالته والمنصبه في خطوة ممكن تأثر وتعمل مشاكل بشكل كبير جدا انتوا عارفين كويس قوي انه زي ما بيقولوا التدخل الحكومي والقصص دي كلها بتبقى محض انظار من الولمبية الدولية فاستبعاد راجل زي ده في التوقيت ده وقبل انطلاق توكيو 2021 ممكن يقلب المواجه على روسيا من تاني ومش كده بس الراجل ده تولى مهمته في 2017 والحقيقة برضو حصل بعد التقارير الصحفية قالت ان استبعاده جي نتيجة انه حاب بيحط بعض الاسس مع الوادى عشان يقلل من موضوع اللعيب الروسيين اللي بيتناولوا مناشطات او بيتمسكوا بالمناشطات خلي بالكوا روسيا بتحصل على عدد مهول من المديلات اللومبية وبتيجي دايما منافسة عنيفة بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية في والسنة الاولمبيات اللي فات ما لعبتش يعني بسبب استبعادها بسبب موضوع المناشطات فالموضوع الحدث ده بيتصدر الصحف العالمية لانه حدث مهم جدا وكل ما هنقرب من الاولمبيات اسمعوا بقى مني كل ما هنقرب من الاولمبيات كل ما هنسمع اخبار من هذا القبيل في موضوع المناشطات لان الحقيقة حرب جديدة جدا وعلى فكرة التقدم الكبير اللي بيحصل في المعامل سواء ازاي تكشف المناشطات او ازاي تهايد او تختخفي تأثير المناشطات على الجسم معركة علمية يعني عايز اقول لكم معركة يعني مش عايزين نقول حرب اصابات لانه يعني طبعا دي رياضة ولكن حرب كبيرة جدا من المعامل ازاي تقفش المناشطات او تمسك المناشطات دي وفي ناحية التانية ازاي اللي بيخترع المناشطات مايتمسكش ومايبقى لاش تأثير على اللعبين خلينا اقول لكم اقول لحضراتكم الموضوع ده كل ما هنقرب كل ما يحصل فيه قصص وحكايات وهمجيبها لكم برده